سلام المسيح مشاهدي قناة الحقيقة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي نعمة الرب وبركاته وشفاءه لكل الأحباء اليوم وخاصة اللي بيحتاجه النهاردة لشفاء جسدي الحقيقة بالأمس وصلتني رسالة من صديق للبرنامج حنسميه ابن الرب عنده ورم في الحنجرة وبيحتاج لمساعدة طبية وهو عايش في مصر أنا مش عارفة مين إمكانياته وإيه ساعده لكن يعني أنا الحقيقة تألمت كثيرا جدا من أجله وأكتر حاجة أقدر أستند عليها اليوم إن إحنا كجماعة مؤمنين نصلي من أجله أنا بدعوكم النهاردة إنكم تصلوا معايا للطبيب العظيم إنه يمد يده بالشفاء والمعونة لأخونا والمرضى اللي بيشاهدونا اليوم نصلي بقلبه واحد وبإيمان واثقة لإنه الله يسدد كل احتياج في حياتنا يا رب إحنا بنرفع أمامك أخونا ابن الرب وكل المرضى أمامك اليوم بنطدع أمامك لإننا نعلم إنك مصدر كل احتياج وإنك مستجيب للصلاة وإنك تتحنن على المرضى اليوم بسألك يا رب إنه تضع يدك على حنجارة أخونا اليوم وإنك تمدي إيدك بشفاء كامل عليه رب في اسم يسوع مش تكاهل عادو عليه أنا بسألك إنك تنتزع تماما من جسده وإنك تعطيه شفاء وإنه تكون دي معجزة حقيقية اليوم في حياته بنسألك إنك تفتح أمامه كل الطرق والأبواب لتزديد كل احتياجاته الجسدية والروحية والمادية في اسم يسوع أصلي أمين شكرا لكل اللي صلوا معايا وعايز أفكركم إنه جزء من اللي إحنا بنقوم بي إن إحنا بنصلي معاك وفتقدروا تبعتولنا طلبات الصلاة على الفيسبوك وتبعتولي طلبات الصلاة على الواتساب يعني على الأقل أنا لما بكتب أشاركوا معايا طلبات الصلاة بصلي من أجلها في اللحظة اللي بتلقى فيها طلبة الصلاة بصلي معونا للجميع اليوم حلقة النهاردة بقى بعنوان المسلمون في الهند وقصة الحج علي والأزهر طبعا ما فيش ارتباط بين الحج علي والأزهر لكن أنا أوضح لكم إيه اللي خلاني أفكر في الحج علي لنتكلم عنه النهاردة والتقابل في وجود الأزهر في قصة النهاردة الهند فيها تقريبا 200 مليون مسلم يعني على حسب إحصائية 2020 فيه ناس بتقولك 250 وحاجات زي كده لكن أنا هلتزم بالأقل هنقول إن هم 200 مليون مسلم حجم كبير ناس كتير خلق ربنا بشر الله مهتم بيهم ومهتم إنه يصل ليهم وإنه يشفي قلوبهم ويحميهم أيضا فدول مش منسيين أمام الله خلينا ناخد فكرة عن المسلمين اللي في الهند أغلبهم بيقولوا 55% من المسلمين في الهند من السنة والبقية النسبة الأكبر فيهم شيعة وبعد كده في أحمدية وصوفية ومزاهب أخرى متعددة تدخلت فيها جدا الثقافة الهندية والأعراف والأديان الهندية الموجودة يعني زي السيخ أو زي الهندوس أو كل الديانات الوثنية الموجودة في خلط بين الديانات دي والإسلام اللي موجود في الهند النهاردة فحتلاقي بعض التقاليد اللي بيلتزموا بيها المسلمين مرتبطة ببعض التقاليد الدينية اللي موجودة مثلا عند الهندوس واللسيخ أو غيرهم من الديانات الحقيقة أنه يعني منذ بداية دخول الإسلام لحد النهاردة الخلط ده كان موجود ومتقدرش تنتزع قوي من الرؤية العامة لشكل الإسلام في الهند خليني أقول لكم مثل من ده في الهند في نظام طبقي النظام الطبقي ده في يعني علية القوم وفي يعني الجماعة المتوسطة المجتمع اللي عايش حياة متوسطة وفي بقى الناس الفقر قوي اللي هم يعني دول اللي بيقولوا عليهم اللي هم الناس اللي ما تتعاملش معاهم زي ما يكون مثلا يعني فاكرين في الكتاب المقدس ما يكون حد عنده برس فما تلمسش اللي عنده برس في حاجة بتمنعك لأنك لو لمسته تتنجس من المرض أو المرض يعديك أو كده فهو الطبقة اللي بيقولوا عليهم الناس اللي لا يلمسوا دول لا يتعامل معاهم دول طبقة الفقرة جدا وغالبا هم من الهندوس حاجة بقى غريبة جدا إنه النظام ده اتنقل للإسلام موجود في الإسلام عامة اللي موجود في الهند دلوقتي فالناس اللي جم من الخارج اللي هما دخلوا الدين وبقوا الأغراب يعني الأجانب اللي موجودين أو العرب الأصليين بيتقال عليهم لحد النهاردة الأشراف وبعدين بعد كده الناس اللي أمنوا من أهل البلد بيتقال عليهم الأجلاف يعني الجلف يعني عارفين طبعا الكلمة معروفة بالعربي مفهومة ده واحد من الأشراف لمكانة وده واحد من الأجلاف اللي هما يعني الطبقة الأدنى بس من أهل البلد وبقى مسلم فلي مكانة تحت مكانة الأشراف وفي مجموعة أخرى بقى اللي هما زي الانتوتشابلز دول الناس اللي لا يلمسوا وهم غالبا برضو من الهندوس ودول اللي بيجوا من الهندوسية للإسلام وبيتقال عليهم الأرزال ودول اللي كانوا من الطبقات الفقيرة جدا أو الغير مرموسة في الهندوسية والأديان الأخرى ليه وانتقلوا للإسلام لحد النهاردة النظام ده موجود داخل الإسلام بيطبق ومعرفش يعني العرف اتنقل كده وده يخالف ما نعرفه عن الشريعة الإسلامية المفروض يعني أنه لأبيض ولأسود والكلام ده كله سمعناه وكل أسنان المشت ده مش موجود بقى في الإسلام الهندي ده حاجة تانية لدرجة أنه كل مجموعة من المجموعات دي ليهم الجوامع الخاصة بتاعتهم وما ينفعش ده يصلي في جامع ده ففي طبقية واضحة جدا حتى داخل الإسلام اللي في الهند أنا عايزة أفرق بين حاجتين النهاردة أنا بتكلم على فكرة عامة عن شكل الإسلام في الهند وعندي هدف من ده لأنه في الآخر أنا عايزة أعرف رأيي الأظهر إيه في الإسلام الهندي يعني أنا بس أصحنا لما بنتكلم في مصر عن حد في نقطة ونقول عليه ده هندي فنتحك لأنه يعني مش ده قصد يعني لكن الموضوع ينطبق على الإسلام الهندي لأنه غالبا إسلام مضروب يعني لا ينطبق على اللي بيعلموه المسلمين في عامة الدول العربية الإسلامية في تدخلات كتيرة من الثقافة بتاعتهم طيب فعايزة أفرق بين الإسلام الفكر الثقافة الإسلامية في الهند والناس بقى اللي في الهند للأسف الهند فيها صراعات وعنف شديد كتير جدا عموما بين كل الطبقات وبين كل الأديان الهندوس طبيعتهم شرسة جدا وبيهجموا الأديان الأخرى ومنهم كمان المسيحيين فمش المسلمين فقط اللي بيهجموا في الإسلام بالعكس مسيحيين ومسلمين والهجوم من الأديان الوثنية دي على المسيحيين والمسلمين هجوم يعني في منتهى البشاعة والشر فيعني الطبقية والعنف الجسدي والعنف الديني موجود والناس دي بتعاني بشكل كبير جدا عايزة أقول لكم إن معظم الناس اللي بتشوفوها بتتأذي فعلا أو بتتأتل أو بتتهد بيوتها أو يعني خاصة في الفترة الأخيرة دي كانت موجودة دايما يعني دايما الهندوس عندهم هجمات كده يطلعوا يقتلوا فيها مجموعات من المسيحيين أو من المسلمين فالمسلمين فعلا بيعانوا من دا في الهند لكن الأغلبية العظمة من الناس اللي بيموتوا هم من طبقة الانتاتشابول اللي هم الناس اللي بيقولوا عليهم الأرزال فالفقرة اللي مش مسنودين اللي ما هم مشيهم أهمية حتى جوة حكومتهم هم دول الناس اللي بيستهدفوا وبيقتلوا أنا يعني ومكرهين جدا من الهندوس ولو شفتوا الفيديوهات اللي موجودة على الانترنت والهندوس بيتكلموا إزاي على اللي هيعملوه في المسلمين هو هو نفس اللي بيقولوا على المسيحيين وبيعملوا نفس الكلام بيشجعوا على الاغتصاب والأتل وهدم البيوت وإزهاق الأرواح شيء مرعب جدا فأنا هنا بتوقف عايزة أقول إنه أنا لا أتكلم عن المعاناة الإنسانية بأي استخفاف أبدا بل بالعكس بصلي إنه ربنا يبكت القلوب ويحمي الناس دول ويرسل ليهم الخلاص من عنده روحي وجسدي واجتماعي أيضا ربنا يغير الأمور لأنه الله مهتم بكل واحد منهم بالتحديد ما يعانوه غير إنساني بالمر بالمر فأنا يا رب بصلي رحمتك على الناس دي النهار ده وبصلي إنك تترأى ليهم وتتلامس معهم وإنك ترسل يا رب أصوات خدامك توصل ليهم كلمة الحق ومعرفتك وخلاصك في اسمي وأنا عايزة أرجع تاني أتكلم شوية على حتة التواقف المختلفة اللي موجودة في الهند الأعداد الأكبر هما السنة والشيعة لكن نص الشن السنة والشيعة بيعرفوا نفسهم على إنهم صوفيين لأنه وبيعيشوا بالطريقة دي على إنهم صوفيين اللي اتنين بطرق مختلفة ولكن هتلاقيهم حيشتركوا مع بعض في أمور كثيرة في الممارسات الدينية فنخلي ده كده في ذهننا ونتكلم بقى على الموضوع اللي خلاني فعلا أفكر أتكلم فيه موضوع الإسلام في الهند طيب خليني أخذ مكالمة أولا مين معايا الأخت سحر من الناصرة أهلا بيكي سلام أهلا بيكي سلام المسيح معاكي أختي تفضلي نشكر ربنا أنا كويس نا يعني هتكلم 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 باللاقة المصرية علشان يبقى فيه تفاهم براحتك تفضلي حاول يعني براحتك أول حاجة يعني تتأواني أول شي أحظت يعني الأسئلة اللي رح أسألك ياها هي مختلفة تماما عن المضمون أو موضوع الحلقة لكن فيه سؤال الأول هو بخص الموضوع يعني موضوع الحلقة لكن فيه أسئلة تانية أنا عايزة أعرف إجابتها تفضل على حسب بقدر إمكاني هرد على اللي أقدر أرد عليه إن ما كانش أرد عليكي في حلقة أخر تفضلي أنا مش مسلمة ولا مسيحية يعني عشان يعني مش عايزة يعني أقول لديانتي لكن هي مش مسلمة ولا مسيحية بس أنا متطلعة يعني على الإسلام وطلعة لديانة المسيحية لكن يعني ممكن حضرتك بتعرفي أكتر بالديانة المسيحية بس في بعض الحاجات أنا عايزة أسألك فيها بس أول حاجة سؤال الأول هو بصول بالموضوع عنه يعني تبعت شوية من كلامك عنه زي بيتعمله أو يعني الإبادة أنا بسميها الإبادة ضد المسلمين في الهند أي أحسنت أنه يعني يعني أنت يعني بتعطي تبرير إنه ده عادي أو أو بما أن يعني من أين جبتك كلامت؟ يعني لازم لا مساري معلش ما تقوليش أي كلام لا 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 أنا بس أولي يعني حضرتك أنا مشاوليك لا لا أستني بس أستني أنا إزاي بررت وليلي إلا أنا قلته يبرر استهداف الأشخاص أنت ما قلتي لكن لم تستنكر لم أستنكر؟ حضرتك ما استنكرتيش وحا طب خليني أقولك أنا قلت إيه تاني ما يعانوا مسلمين الهند غير إنساني بالمرة وغير مقبول بالعكس وقفت وصلت من أجلهم مش عارفة إزاي أنت شفتي إن أنا غلام أستنكر بالعكس الحلقة دي أنا أقولك كمان كمان أقولك حاجة تانية قلتها عشان تعيدي التفكير مرة تانية أنا قلت إنه في فرق بين الإسلام والأشخاص ما يعانوا الأشخاص غير مقبول لكن أنا فصلت ما تبعتش ما تبعتش وأنا شوية طيب السؤال التاني لكن لكن إيه اللي خليني لأن دايما أنا أشوف تاجم جدا الإسلام مش عارفة ليه بالرغم أن أنا مش مسلمة ومش مسيحية لكن أنا مش عارف أنا أعترض على فكرة الرد البسيط يا سحر أنه أنا أعترض على فكر يؤدي إلى نتائج كارثية في حياة الأتباع وأنا كنت منهم فأنت يعني عارفة أكيد لو بتتبعي أن أنا كنت مسلمة هناك نتائج كارثية للشرع الإسلامي في حياة المسلمين أنفسهم وخاصة المرأة المسلمة فطبعا يعني عندنا حلقات كتير كتير عندنا عندنا جيران مسلمين دي وحدة يا سحر دي وحدة سحر دي وحدة وعندنا جيران يا جماعة ممكن توطولي صوت سحر شوية لأن الصوت عالي قوي فمش عارفة أسمعها كويس أوكي تفضل يا سحر عندنا جيران مسلمين وجيران مسيحية وجيران يهود وانا بشوف زي بيتعملوا بما يعني أنزل يعني مش مش فهمين مش من الناس الجماعة اللي حافظين مش فهمين اي في فرق ما بين الناس بتتبع الدين وبيتبعوه كما أنزل مش كما مش بيقلفوا اوكي تفهم علي اوكي انت بتنتقضي الدين نفسه ولا الشيوخ اللي بيشوهوا الدين اوكي طيب أرد علي كيف دي اولا أنا لا أنتقد الأشخاص أنا أنتقد التعليم نفسه فعلشان كده دايما هتلاقيني بجيب حاجات من مصادرها في القرآن ف زي لا لا معلش ما عنديش وقت أقول زي اي ولا هخلص الحلقة مش هخلص موضوعي لكن ما عنديش أي مانع ان انا نتكلم معاك بعد الحلقة يشرفني جدا او كل مرة تسأليني سؤال ارد علي الصورة الاهم للرد على سؤالك انه انا بالتأكيد لا اهاجم الفكر الاشخاص انا اهاجم الفكر واصوله و نتائجه على الارض حضرتك قلتي انتي بتهاجمي المسلمين او انا بشوف ناس او انتي بتشوفي ناس عايشين الدين كما انزل يعني ودول ناس انتي بتعتبروهم كويسين فالدين كما انزل من منطلق داعش ولا من منطلق الصوفية مثلا انا بالنسبة لي داعش ما هم مش علاق نعم و ومش داعش مش بيمثلوا الدين الاسلامي ابدا حضرتك ده حضرتك حضرتك بتقولي كده بلا سند هقولك ليه بلا سند لان الازهر نفسه لم يستطيع انه يكفر داعش ويقول انه هم خارجين عن الدين you know في تشويه الاسلام باسم الاسلام دي اسمها نظرية المؤامرة وانا لا اتعامل مع نظريات المؤامرة انا اتعامل مع واقع والقرآن واساساته سحر عايزاك تديني عايزاك تديني تعليق اخير عشان اكمل الحلقة ولو عندك سؤال تاني اكتبه وارد عليه المرة الجاية اتفضلي انا فعاليا انا فعاليا عندي اسئلة كتير كتير يعني يساعدني جدا اتناقش معاك على الهوى وخارج الهوى جدا وانا ما عنديش يعني ديانة محددة علشان كده انا عايز اعرف يعني اعرف ديانة دي وديانة دي ولكن من اهل العين عرفتي اوكي يعني انا بسأل اذا لقتينا بنقول حاجة ليس ليها سند قرآني ومن السنة طلعيها ليقولي لي دا ملوش سند فانا اتصل بيك بعد الحلقة ونستكمل الحديث مع بعض اوكي اعقلك ب سوري مش سمع تفضل ايوه انا سمعك ايوه تفضل بس ألك ايه رأيك بس سؤال اخير علشان انا مش عايز ايه رأيك ب راتب بن نابلسي انا بسمعه امسوري ايه ايه لا قولي تاني محمد دراتب بن نابلسي يعني هو ده عالم مسلم ما ما سمعتش الاسم معرفوش ده مين ده محمد دكتور محمد راتب بن نابلسي معرفوش معروف ده علي طب ابعتلي اكتبي انت اتصلت على الواتساب لان انا انا اتابع وابتابع كمان يعني قصيص مسيحي كمان انا يعني باسمع ده وباسمع طيب ممكن تبعتلي على انت شايف رقم الواتساب انا الرقم اللي اتصلتي عليه ده ابعتلي رابط لحلقة من حلقاته او اسمه وانا اقدر ادور عليه يمكن انا مش عارف اسمع الاسم كويس لكن هبص على كلامه ونتنقش اوكي صحر اوكي شرفتي البرنامج واهلا بيك في اي وقت اوكي شكرا حبيبتي اوكي طيب انا سعيدة خالص باتصال صحر واي حد عنده اسئلة ممثلة مشابهة بهذا الهدوء يسعدني جدا النقاش معاكم ارجع تاني اعيد انه الناس دي في الهند ما عانوا وما يستمر يعانوا غير انساني وغير مقبول اللي حصل عايزة تنقل للحدثة الاخيرة في كلام السياسي او القائد السياسي المعروف مودي وتعليقه على محمد وزواجه من عائشة وعائشة سنة عشر سنوات وانتقد انتقاد شديد ازاي راجل عنده حاجة وخمسين سنة يتجوز طفلة عندها تسعة سنين انتو مش شايفين انه ضغط صاب انو الناس هناك بتشتكي هذا التعليق ممكن انا لا يعني منيش عارفة اللي سبب هذا التعليق لكن بين الهندوس وبين المسلمين هناك صراع دائم وهناك انتقادات دائمة المسلمين المسلمين هم الاضعف الان هناك والهندوس طبعاً هم 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 الأكتر فدول هم صوت اعلى فانتقاده ممكن يكون رد على انه مثلا المسلمين بيقولوا انتو بتغتصبوا النساء نساء المسلمين لانه فيه تهديد لهم بهذا الامر انا لا اعلم السبب لكن حمسك على هذا التعليق ونشوف ايه اللي حصل نتيجة لهذا التعليق اولاً الرد من المجتمع الاسلامي كان كما هو الامر دائماً الا رسول الله المشكلة انه احنا عندنا هنا كام مرة حصل انتقاد لهذا الامر بالذات وحصل تحوير من المسلمين للامر وتفادلي مشكلتكم انكم بتحاول وتدفعوا عن شخصية محمد وشخصية محمد فيها عوار كبير وفيها مشاكل كثيرة وتراثه الاسلامي ان كان في حياته الخاصة او حياته السياسية او حياته الجهادية اللي سابها كأساس للتعليم الاسلامي مشاكلها كبيرة فالناس بتنتقدها دي حاجة حاجة تانية انه الدفاع والمقطعة والخناءات والمشاعر المجروحة والكلام ده كله يعني يعني من كتر ما حصل بقى لا يصدق المفروض ان الواحد يعني ينظر الى الداخل ونشوف طب احنا محتاجين نغير ايه طب الناس دي ايه الادوات اللي فقدها عشان تتقدنا كده العالم كله شايف ان جواز محمد من عيشة اسمها بيدوفيليا واسمها مرض واسمها اغتصاب دي حقيقة لا تستطيع انك تغيرها قلت عندها 18 سنة قلت انها سمينة قلت انها طويلة الحديث بتقول غير كده وما هو امام العالم هو المشكلة تقديم الاسلام للعالم هو المشكلة لانك منتاش قادر في حقائق لا تستطيع انك تغطيها مهما حاولت انك تحط لها مكياج موضوع محمد وعيشة مش جديد الاثار المترتبة عليه بقى يعني من مقاطعة دا وقاطعوا الهند وردوا عليهم ومش عارف ايه ردوا باللسان ماشي استنكروا ماشي من حقك تعترض انا مش عاجبني اللي حصل دا من حقك تعترض لكن يعني بتحس انه المسلم عندما يجرح ويكون الكلام على محمد تحس انه عايز يعمل اسر العالم كله محدش يفتح بقه انا مش مع الانتقادات اللي من هذا النوع من رجل سياسي انا مش مع دا لانه مش من حقه انه يجرح الناس اللي هو المفروض بيقودهم زيهم زي الهندوس من رجل سياسي لكن المفكر اللي بيتكلم حد زينا مثلا احنا بنتكلم في امور الدين بشكل خاص اه حبحث دا وفصص واخد ومن غير ما يكون فيه مشكلة لان انت من حقك انك تفتح الكتب وتدرس زي ما انا بدرس وتقدم حقيقة زي ما انا بقدم حقيقة بس فنتناقش بالفكر يعني ما يبقاش فيه تنابز بقى بالحروب والكلام دا كله من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري كاثر مترتب على التعليق بتاع مودي قالوا انه العالم العربي كله العالم الاسلامي قرروا انه هما يترودوا الخدم الهندسيين وبيشجعوا على طرد الخدم الهندسيين طب ما لهم دول يعني يمكن يكون قاعد عندك خادم سواء ولا جنيني ولا مش عارف ايه عشر سنين انت هتتروده عشان واحد قال له ادبه وهو اساسا اصلا مزلول في خدمتك كما نعلم ما يحدث الخدم في العالم الاسلامي بتربطه دا بدا ليه الردود غير انسانية اذا كنت انت متألم من المسلمين كبشر تعامل مع الموضوع من غير ما تقلم بشر اخرين يعني اما حصلت موضوع الفرنسا وقل رسول الله فرنسا يعني الموضوع ده فكرني بمقاطعة الجبنة الفرنسية يعني حطيته الانسان في مكانة منتج يعني مش دي الحطة اللي هقف عندها قوي يعني لكن ايه بس الفكرة انه ما تحطش لو انت عايز تعالج الموقف عالج اللي عندك وتكلم باللسان بلاش تأذي الناس عشان انت عندك برضو ناس عندهم مزين تعليقات الشيوخ بقى وموقف الازهر هو ده اللي يعني عايزة اقف عنده شوية النهاردة خلينا نشوف السلايد الاولاني ويعني الحقيقة دائم التطور والتجديد عبدالله رشدي ودايما تلاقي في كلامه لازم يكون فيه اهانة الحد يقولك تطول على سيدنا محمد فعل ينم عن قبح فعالي ومؤيدي على من يدعم احترام مقدسات الاخرين ان يسمعون صوتهم في هذا الموقف ام ان الهرة قدمت ألسنتهم يعني اوه بيقول انتوا عايزين احترام المقدسات اللي انتوا الناس اللي بتدعم ده يدفعوا معانا تكلموا عن محمد او تكلموا عن حقوقنا ولازم بقيروح مدخل اهانة اما اهل البقر فعليهم ان يراجعوا سن الزواج في بلادهم منذ 15 قرن والكلام ده كل ماينفعش عبدالله رشدي والشيوخ يتكلموا من غير ما يهينوا حد بس هنا انا مش ههتم قوي بحطة اهل البقر دول زي ما بيسموا اما يجي يتكلم عن المسيحين يقولك عباد الصليب وكلام من ده دائما عند الاتجاه للإدانة والإهانة اولا لكن انا هقف هنا عند هل انت بتدافع عن الناس اللي بيقتلوا على ايدي المسلمين سؤال هفضل اسأل السؤال ده بقى طول الحلقة سمعني كده صد دفاعك عن الناس اللي بيقتلوا على ايدي المسلمين يعني ده حتى الدواعش انتوا لم تدينوا اعمله الكراهية والانتقام ويعني هي دايما الصورة الاولى ما ينفعش انه انكر هنا انه المسلمين لما يشوفوا انه هما بيتطهدوا في مكان ما ما يكونوش متقلمين يعني انا بتقلم من اجل المسلمين برضو اللي بيتطهدوا ويقتلوا في كل حتة بالاني بتقلم من اجل الانسان عموما وكمان لان دول اهلي برضو يعني لو شفت حد بيتطهد المسلمين في مصر هعمل ايه هتقلم وهدافع وهتكلم وكل حاجة برضو بس هحاول تغيير العمل ده بالفكر او بالمساعدة وهكذا لكن في صوت مسموع كده صوت كراهية صوت طلب انتقام صوت انتقاد مليء بالغل كده ويفرق ده عندما يضطهد المسيحي فالمسيحي لما بيضطهد بيبقى عنده حالة من الاحتمال والتسميل والتسليم لله ويبقى عارف انه الله سيدافع عنه ومبتسمعش ابدا من المسيحيين اللي بيقتلوا في مصر نفسها ما بتسمعش انهما طالعين في الشوارع ويقولوا الا مش عارف ايه يعني الناس بتترش بالرصاص في الشوارع وفي بيوتهم لانهم مسيحيين لسه عندنا كم حادثة رمضان كان مليان لكن ما بتسمعش ده بتسمع انه احنا من اجلك نمات كل النهار يا رب احنا نحتمل من اجلك وانت تدفع عنه عشان المفهوم ده موجود بتشوف ان الناس بتصلي من اجل المعتدين دي حاجة نفكر فيها بس يعني نشوف السلايد التاني لعبدالله رشدي برضو يقولك العدوان المتصاعد ضد المسلمين في الهند عمل لا يمكن ان يقبلوا اي انسان اي انسان سوي المسلم الهندي حقه ان يكون فيه مأمن في عيشه لا ان يكون قابعا تحت مظلة التهديد واصابع الاتهام وقبضة البتش مش كده قدسوا آلهاتكم ما تشاقون لكن خلونا احنا كمان نعيش يعني سيب نعيش حاسة ان هو بقى ايه يعني في الفيلم بتاع اسمه ايه دربة شمس بتاع نور الشريف لكن القديم بقى بتاع امير الانتقام يقولك بقى سيب نعيش كده لكن المرعب في هذا الامر انه يعني الانتهاكات ضد المسلمين وازاي انتو ايه العدوان المتصعد ضد المسلمين وانت في بلدك جوه بيتك واللي انت نفسك بتقوم بيه ما تقوم بيه من التمييز ضد المسيحيين التمييز ضد الشيعة يعني التمييز ضد اليهود اللي في البلد كم مرة اهنت انت نفسك عبدالله رشدي المسيحيين ولا تسلم ولا تصبح ولا تمسي ولا تعيد ولا مش عارف ايه ومادي يعقوب مش هيدخل الجنة ولا تترحم ده صلف وكراهية يعني بتبك منكو كده مش انت لوحدك مش عبدالله رشدي لوحده الشيخ الطيب سالم عبدالجليل الشيخ كريمة القائمة طول لكن الاصل مش في الاشخاص عشان برضو لما صحر تكون بتسمعني لمش بتكلم على اشخاص انت عندك المصدر اللي اخدوه من محمد لا يسلم على يهودي القرآن اللي بيقول ما تاخدش المسيحيين واليهود يعني اولياء ليك القائمة طول والقرآن نفسه اللي بتستندوا عليه مليء بهذه التفرقة والالفاظ ضد الكافر ضد من لم يؤمن هنقول ايه ولا ايه خليني نشوف السلايد اللي بعد كده هنا الازهر بقى بيطالب الازهر المجتمع الدولي والامم المتحدة باتخاذ كافة الاجراءات يقول لك اتخذوا كافة الاجراءات اللازمة لمنع اي انتهاكات من شأنها اثارة مشاعر المسلمين في الهند والعالم المشاعر المرهفة صدقوني في قلب بينكسر على الام الناس وفي مشاعر اللي بيتكلم عنها الشيوخ هنا والمنصات الكبيرة دي وهم عادين يتكلموا كده ما تمسش مشاعر المسلمين انا اسأل سؤال انت عايز مشاعر المسلمين ولا بتتكلم على الفكرة الاسلامية المنظومة الاسلامية محدش يمد ايده على الاسلام محدش يتكلم على الاسلام طبعا هنا في موضوع التصريحات اللي اخذ اللي تكلم عليها مودي وان التصريحات دي كانت موسيقى للرسول واطلقها السياسي ده مودي وكمان واحدة ست من القيادين او القياديات في القادة في الحزب بتاعهم برضو انتقدت الاسلام وبيشرح لنا هنا ازاي الازمة ابتدت بالتغريدة دي وابتدت الحرب تبقى كبيرة على المسلمين لان المسلمين جوه البلد اعترضوا انا شايف انه مثلا من حق المسلمين الهند ان هما يعترضوا ان السياسي لا يمثلوا لانه بينتقدوا من حقك تقول كده لكن انت طالع تقول الا رسول الله وبتدفع عن رسول الله ومنتش اصلا ملكش مكان في بلدك منتش عارفت تعمل حاجة تساعد بلدك تخرج من هذا الاحتقال حط بقى الموضوع المشاعر بقى والكلام ده واللي بيحصل على الارض على جنب هي دي القضية خليني بقى اقول لكم ايه بقى دور الحج عالي في الموضوع ده ليه انا هتكلم على الحج عالي ان انا تسألت لما كنت بتابع التعليقات دي هل الازهر بيعتبر مسلمين الهند مسلمين فعلا هل يمكن للازهر انه يعتبر مسلمين الهند مسلمين فعلا هل الامر بيتعلق هنا بالبشر وحقوق الانسان ام باسم الاسلام خلينا نحكي حكاية الحج عالي بسواريكم بقى ايه جمع الحج عالي والممارسات اللي فيه في الفيديو اللي جاي تفضل واحدة من اهم المعالم في مومباي المكان هذا يعتبر دار عبادة هو مسجد نفس الوقت فيه قبر لواحد من الاولياء الصالحين اللي اسمه الحاج عال وهذاك هو المسجد والمقبرة في مكان واحد فهذا هو المسجد وراي فالمسجد هذا يعتبر كفرع من الصوفية يعني متفرع من الصوفية والمذهب هذا يعني اكثر من نص المسلمين في الهند مؤمنين بالمذهب هذا وبس هم يسمونه بسهم اهل السنة هنا في الهند هذاك هو قبر الحج علي وبعدين الناس واكفين هنا يدعون وفي الاخير لما يخلصون يربطون هالخيط اظن يعني على حسب الاعتقاد انه يجلب البركة وما شابه يعني الحين المرة هذه جابت الهدايا هذه وبعدين عندها ريش الطاوس وبعدين يعني يمسحها على رأسها وبريش الطاوس طبعا خدنا بالنا انه الشاب ده هو بيدرس في الهند و مطلع ودايما بيقدم برامج الحقيقة او اليوتيوب بتاعه في حاجات مدروسة وبيقدم معلومات كويسة انا عايزة اقول انه هنا انتو شفتوا انه جامع الشيخ جامع الحج عالي ده زيه زي المزارات اللي موجودة في مصر مثلا والتجمعات اللي فيها الصوفيين والشيخ فلان والولي فلان ومش عارف ايه يعني عندنا منها كتير حتى لو رحت حوالين الحسين هتلاقي حاجة زي كده برضو شابه كده لكن هنا فيه عندك المزار بتاع الحج عالي مين هو الحج عالي شاه ده هو تاجر غني من مدينة بخارة واللي هي طبعا مدينة البخاري راح يحج وبدأ يشوف احلام مزعجة جدا اثرت على صحته وبعدين قرر ان هو يبيع املاكه ويروح للهند هو واخوه علشان يعلموا الناس عن الاسلام وهناك بعد فترة مرد ومات قبل ما يموت بقى طلب من الناس انهم يغسلوا ويكفنوا ويرموا كفنوا بعد كده في البحر ما عرفش ازاي هيدفن من غير كفن بس دي القصة بتقول كده رموا كفنوا في البحر واتباعوا عملوا كده فعلا وتتبعوا الكفن لحد ما الكفن وقف او طفى في منطقة في البحر غالبا منطقة صخرية هناك المسلمين بنوا المسجد ده والمزار الاسلامي السوفي ده قصة الحجة علي مثل ليه الكثير من القصص لمزارات الشيوخ في الهند انا بس جبتلكوا صورة تقدروا تحطوا صورة ذهنية للي بيحصل في مساجد الهند فلو النهار ده شيخ الازهر بيشوف المزار ده وده يعني من الممكن ان هو يكون اما تابع للسنة او تابع للشيعة بس صوفيين ودي الممارسات اللي فيها هيقولك ان ده اسلام حقيقي لا طبعا شرح بقى موضوع يعني الشاب ده سأل انتوا ليه بتتبعوا الشيخ علي ده ليه الحج علي فقالوله انه الحج علي ده يعتبر وسطة زي مثلا لما تكون في المدرسة وعندك مدرس تكلم المدرس قبل ما تروح للناظر عشان ان المدرس يتوسط لك عند الناظر فالشيخ علي او هو ولي من اولياء الله الصالحين زي ما بيقولوا عنه وهو يعني ايه بيروحوله فيبقى وسيط عند ربنا النظرية دي موجودة والحاجات دي بتمارس في العالم كله او العالم الاسلامي موجود لها شبه هل ده يعتبر اسلام حقيقي من الاسلام اللي احنا نعرفه يعني في اللي هو اللي فيه اصول الدين الحقيقي وما هو معروف من الدين بالضرورة وسوابة الدين لا طبعا خلينا نشوف السلايد ده اللي جاي الازهر بقى شيخ طيب بيندد بهدم منازل المسلمين في الهند ويهزر من العواقب سؤالي وده اللي اثار يعني اسئلتي في هذا الامر هل شيخ الازهر ندد وحذر و و و ادان حرق فتاة نيجيريا لما حرقوها المسلمين او العشرين مسيح اللي تقتلوا في كينيا او الحوادث اللي بتحصل في مصر او سمع نايو دين حدثة رائف او سيدة الكارم مثلا لأ طبعا لأ طبعا لانه الهدف هو حماية الاسلام ابناء مصر كل يوم بيتطهدوا من المسلمين بناتهم بيتخطفوا وبيتأسلموا وكل ده فين اصواتكم ليه مش بتتكلموا في الموضوع ده خليني حطلكوا الميم ده الحقيقة عجبني جدا وده اخر سلايد في الموضوع الميم ده معبر واخدته الحقيقة من التويتر بتاع الاستاذ حزقلوم حزلقوم وعرفش بيتقال ازاي لكن حزلقوم بيقول كده يعني انت بتكفر المسيحين وتقول عليهم عباد الصليب وتكفر اليهود وتقول عليهم احفاد القردة والخنازير وتكفر الهندوس وتقول عليهم عبدة البقر والبوزيين وتقول عليهم عبدة الأصنام والأزيديين وتقول عليهم عباد الشيطان والشيعة وتقول عليهم الروافد لعناهم الله وبعدين جاي تقول احنا نرفض الإثاءة لجميع الأديان بيقول بيقول كده ومين الغبي ده ان شاء الله اللي هيصدقك وانت عمل تكفر الناس طول اليوم زي الله بل كده هو اللي بيقول مش أنا يعني انا بس عجبني المين فقولت اشاركه معكم الحقيقة كده انت كفرت كل الناس قرآنك كفر كل الناس يعني وبعدين بتشتكي اي حد قال حد داس على رجلي طب اشتكي من الناس اللي بتموت او بتضطهد ما تقعدش تشتكي على موضوع يعني الا رسول الله ده عشان رسول الله مات وخلاص راح بس فيه ناس انتوا بتشبعوهم بسموهم هذا الدين الى اليوم حقب بقى عند الموضوع ده الحقيقة ان انا عندي لسه نقطتين مهمين يمكن اقدر اكملهم في الحلقة اللي جاية انا عايز اتكلم في موضوع مهم موضوع تونس و مشروع الدستور بلا ذكر للإسلام عايزين يحطوا دستور جديد في تونس لا يذكر فيه ان الاسلام دين الدولة وده اتجاه رائع الحقيقة لانه الفصل بين الدين والدولة انا هاخد وقت اتكلم في الموضوع ده وبعدين هكمل في الحلقة اللي جاية اللي جاية النقطتين الاخيرتين الفصل فيه بين السياسة والدين الايمان والقوانين اللي بتقوم عليها الدولة يعني مثلا ممكن انا يبقى من ضمن ايماني ان انا ما تجوزش او ما تجوزش بناتي يعني لكن في قوانين تحمي بناتي عاديين يتجوزوا يتجوزوا ما يبقاش ايماني انا ادخل بقى يبقى عندي دين دي قواعد معينة او حد عمالي قواعد معينة وقال لي هي دي الدين وانا مشي عليها الدنيا لا فيه قوانين في عامة في العالم كله لحقوق الانسان و لاستقامة الحياة في مجتمع معين يبقى يبقى الكل سواسية ومتساوين امام القانون لكن دخول الدين في الامر يغير الموقف ف واحنا بنشوف ده على الارد خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده في نقاش بسيط او بداية نقاش شرح الموضوع ايه موضوع التغيير في الدستور في تونس تفضلوا رئيس تونسي قيس سعيد يريد تأسيس جمهورية جديدة تمر بصياغة دستور جديد في هذا الاطار اعلان الصادق بالعيد رئيس للهيئة المناسقة المكلفة بصياغة دستور الجديد لن يمر بلا ضجة وقال ان مسودة الدستور التي سيعرضها لا تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة امر عاد او اعاد الى الواجهة نقاشات كانت قد برزت تحديدا في تونس ومصر بعد العام 2011 وبعد تجاربا كان فيها مصطلح الاسلام السياسي مادة للاخذ والرد ليس هناك اسلام غير سياسي الاسلام دين ودولة رجعوا الكتابات الاخيرة او الكتابات الاخيرة للأظهر في موضوع الربط بين السياسة والدين هتلاقي انه هما بيعترفوا انه الاسلام لداخله قوانين يجب انها تكون من ضمن القوانين اللي في الدولة لانه الاسلام من بدايته جاء لإقامة دولة الاسلام دولة الخلافة دولة الدين فموضوع انك تقول الاسلام السياسي عشان تقول مثلا الاسلام السياسي ده خارج عن المنظمات مثلا زي الاخوان ولا داعش ولا القعدة ولا كده عايزين يسيطروا الطلبان لا هو هو كده الاسلام اصله دين سياسي الارض والعرض وكل حاجة فلن تستطيع الفصل في هذا الامر لكن الدولة المدنية تستطيع الفصل الدولة القانون تستطيع الفصل عشان كده الناس بتقول انه ليس هناك دين للدولة لان الدولة تشمل ناس من كل الاشكال عشان كده المسيحية بتعدت عن السياسة الدين السياسة يعني او ربط السياسة بالدين مش هتلاقي تعاليم مباشر يقولك ينو اعمل كده اسس دولة شكلها كده لا المسيح تعامل مع القلب بشكل مباشر وقال ما لقيصر لقيصر وما لله لله خليني اخد مكالمة اخ محمد من مصر اهلا بيك اخ محمد تفضل ازاكرا سيد امان عم ازاكرا اهلا وسهلا معلش شعيد تاني نشكر ربنا اهلا يا محمد تفضل تعليق الحمد لله الواحد عبر للمسيح الحمد لله المسيح ده نعمة ببير اوه يا استاذ ربنا يبركك بقى لك ايه عبر يا محمد بقى لك الضبط كده ثلاث سنين اوكي اه اه بشكر الرب يا استاذ الرب جميل او الرب صالح نشكر ربنا انا سعيدة انت جيت للمسيح ازاي محمد سريعا في دقيقة او سريعا في دقيقة مقانة الحياة هي الفاطلة اصلا وكده بل في المنام الرب صالح نشكر ربنا انا سعيدة خالص ان انا اسمع منك ونشكر ربنا انه الله استخدم البرامج في لمس قلبه البرامج جميلة هل سبب صراحة قلت مش عارف المسيح اللي بالمرام وكده اتكلمك بعد الهوى اه ايو ممكن اكلمك بعد الهوى محمد بس اسألك سؤال اسألك سؤال انت لو بتتابع الحلقة من الاول هتلاقي ان الاستاذ صحر قالت ان احنا بنتكلم بتحيز او اه اه انت اقول لي هل انت اما بتدت تسمع البرامج كنت غطبان مننا وفاكر ان احنا متكلم بتحيز برضو اقول لي رأيك بصراحة بالصراحة ولا تحيز ولا اي حاجة انت بتتكلمه في الحق وكل حاجة طيب اوكي شكرا لشاهدتك وربنا يباركك وسعيدة انك اتصلت يا محمد ناشا اقلمك بعد الهوى ان شاء خلاص حاطر هكلمك سلام ونعمة المسيح اوكي يا محمد اكتب لي على التكست اقول انا محمد عشان اقدر الاقيك من الارقام اللي بتتصل في خلال الحلقة اوكي ناشا اوكي شكرا سلام سلام طيب انا قدامي خمس دقايق عايز اقول لكم انه لسه في تفصيل في موضوع الفصل بين السياسة ودين وخاصة موضوع تونس يعني دائما احنا بنشوف انه تونس سباقين للتفكير والبحث ويعني استخدام كل الادوات اللي في اديهم لتغيير المجتمع للحياة بصورة افضل بتذكر المشهد المعروف جدا او الاشهر وبرقيبة بيشيل الحجاب عن رأس الستات وبيقولهم انتو مش محتاجين انكم تبقوا كده لكن قد ايه انتقد وقد ايه يعني الناس معجبهاش ده ويمكن الستات كانوا كمان مكسوفين لانهم متعودين على ده لكن كانت بداية مهمة جدا لتحرير المرأة وفتح الابواب وللنقاش وكده وهو حاول في البداية انه يتجنب فكرة الدين السياسي في دستور 59 بالتحديد فاضاف فيه حتة فصل انه الدولة يجب انها تكون دولة مدنية لكن كان فيه حتة او كلمة انه الاسلام دينها ان الاسلام دين الدولة مقدرش يشيل ده ودي العبارة اللي هم عايزين يشيلوها لانه ما فيش دولة لها دين مش مفروض ان الدولة يكون لها دين لانه في هذه الدولة سواء كان 50% مسلمين و 50% انواع اخرى ففي انواع اخرى لو 95% مسلمين زي ما بيقولوا يعني في تونس في برضو اديان اخرى في ناس بيلاقي من خالص انا ايه اللي خليني ابقى منتمية لدولة تفرض علي ان دين الدولة كذا وانه اللغة كذا يعني حتى في تونس والمغرب والجزائر هناك لغات اخرى الامازيغية يعني في كذا لغة الناس بتتكلمها ليه تفرض علي ان لغة الدولة تبقى عربي عشان مرتبطة بالقرآن دي كلها حاجات ما تغيرش في شكل القوانين اللي زربطتها بالدين الاسلامي عشان كده اللي بيحصل النهاردة من محاولة التغيير اللي طرحها الرئيس التونسي النهاردة ده تغيير كبير المشكلة مش في انه هناك دين سياسي المشكلة انه الدين الاسلامي الدين الاسلامي دين سياسي لو ارتبط بالدستور في الدولة يحصل بقى الأمور دايما هتكون في تصاعد متطلبات هذا الدين هكون دايما في تصاعد زي ما حصل في الدستور المصري الأول كان دين الدولة هو الإسلام ولغتها اللغة العربية وبعدين نشلوها وبعدين نحطوها وبعدين راح ضيف لنا إنه القوانين تستمد من الشريعة الإسلامية ودلوقتي كمان بقى عندنا إنه الأظهر لازم يكون القيم على هذه الأمور وهنشوف قد إيه ده سبب عوار في الأحكام القانونية وحياة الإنسان في داخل الدولة المصرية المشاكل اللي في الجواز والأسرة والدين والنهاردة كنت هقدم لكم قصة هقدمها لكم في الحلقة اللي جاية وهي قصة سيدة مسيحية أسلم جوزها راحت تطلب الطلاق المحكمة حكمت إنها لا تطلق لإنه الست المسيحية تقدر تعيش مع راجل مسلم بس ده مش إيمان المسيحيين ده مش رغبة هذه الإنسانة هناك تأثير مباشر عندما يكون الدين هو الأساس الرابط هل هناك قانون يستطيع أن يوقف أمام الدين الإسلامي؟ لا طبعا تعيش تقولي إن القانون أعلى من الدين؟ لا طبعا يرفض فتؤكل حقوق الناس دي مشكلة يعاني منها المجتمع أو المجتمعات الإسلامية على طول الخط في الحلقة اللي جاية هنكمل نتكلم على السياسة والدستور ونتكلم كمان على التغييرات في قوانين الأسرة في مصر ومشكلة الأخت المسيحية اللي رفض يعني أنه يكون لها حل لحياتها حتى وإن في من ضمن القانون هناك قوانين تضمن الأقباط حقوقهم بالشكل ده ومن خلال هذا القانون تقدر تطلق لكن بما إن الشريعة الإسلامية تعالوا على ده ومن منطوق الحكم بيقولوا كده فلم تستطيع إنها تحصل على حقها الإنساني خلينا نصلي مع بعض يا رب أنا كما بدأنا إن إحنا نصلي من أجل شفاء جسدي أنا بصلي من أجل شفاء روحي بصلي من أجل سلامة الناس تكلمنا عن الناس في الهند يا رب الألام كثيرة هناك بصلي يا رب إنك تحميهم وإنك تغير القلوب بصلي يا رب من أجل كل مستمعين اليوم إنك تلمسهم لمسة خاصة افتح رب الأزهان افتح الأعين لترى الحق فالحق يحررهم أنت يا رب هو الطريق والحق والحياة أسلمك مستمعين ومشاهدين اليوم وأسألك أن تكون أنت البركة والنور في حياتهم وحياتنا وإلى اللقاء أشكركم